المشاهدون الأكارم سعدتم أوقاتنا إنما كنتم بكل خيار نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين فخامة الإساسة فرق ورفض المرافق له يلتقون بوزير الثقافة الإيطالي استشهاد عدود المئيس الوطني وسفير إرترية لدى الأمم المتحدة السابقة السفير أحمد طهر بادوري العمل على زيادة الاستفادة من أسماك المياه العذبة في إقليم عن سباب إيران تتوعد برد حاسم على أي استهداف أمريكي بعد قرار بايدن العشرات لقوا حتفهم بعد انقلال قارب مثقل في بحيرة كيفا في القومبو وتحطم قاتل أمريكي في كرة الجنوبية ونجاة قائدها أهلا بكم إلى تفاصيل نشرا يواصل فخامة الإساسة فرق والوفد المرافق له المكون من وزير الخارجي عثمان صالح ومفود الثقافة والريادة السفير زمد تخلم والسفير الإرتري لدى إيطاليا في السهلسين بيتروس للقاءات التي كان يجريها مع مختلف مسؤولي الحكومة والمؤسسات الإيطالية حيث التقى مساء السلاسين من يناير مؤصلة للقاءات بوزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيو لانانوم وتم خلال اللقاء الاتفاق على أمكانات البحث والسرجع الوسائق المتعلقة بالحكم الاستعماري الإيطالي بشكل عام وآلاف الإرتريين الذين تم نقلهم قصرا إلى ليبيا وإثبيا بشكل خاص كما تم الاتفاق على أمكانيات تفتيشها وأخذها من خلال الذهاب إلى الأرشيف حيث يتم الاحتفاظ بهم وقال وزير الثقافة الإيطالي بهذه المناسبة أنه سيتم بناء المتحف في أصمر للحفاظ على الوسائق ولتعزل العلاقات التاريخية بين إيرتريا وإيطاليا بالإضافة إلى ذلك تم التواصل إلى تفاهم فيما يخص استمرار الحفريات الأثرية الإيطالية في عدوليس القديمة وسيزور الخبراء الإيطاليون الموقع للمساهمة في مهنتهم وسيتم توفير التعليم والتدريب لعلماء الآثار والفنون الموسيقيين الإيرتريين المحترفين كما تم الاتفاق على مهرجانات مشتركة للإعداد وإجراءها وتشكيل الليجنة لتنفيذها تم أيضا التواصل إلى تفاهم لعادة اجتماع خاصة في الأيام المعبلة وإعداد مسودة اتفاقية مشتركة والتوقع عليهم وتؤكد هذه اللقاءات والاتفاقات الأولى من نوعها استعداد الجانبين استشهد يوم أمس الثلاثين يناير عدو المجلس الوطني وسفير إيرتري لدى الأمم المتحدة السابق السفير أحمد طاهر بادوري عن عمر يناهذ سمانة وسبعين عاما وكان الشهيد أحمد طاهر بادوري قد التحق بقوات التحرير الشعبية لدرجة في المسؤوليات من فوض سرية ومندوب قوات التحرير الشعبية في عدم باليمن الجنوبية والكويت والسودان وكذلك مسؤول الإعلام وعضو المجلس المركزي بالجبهة الشعبية لتحرير إيرتريا ومسؤول قسم العلاقات الخارجية بالتنظيم وبعد التحرير شقل الفقيد المناد البادوري مفوض مفوضية المغتربين ومفوض مفوضية الاستثمار وكذلك المندوب الدائم لإيرتريا في الأمم المتحدة والفقيد المناد البادوري متزوج أبلي ولدين وتعب وزارة الشؤون الخارجي عن بالق تعازيها باستشهاد المناد الأحمد طاهر بادوري وتعزي أسرته ورفاقه وزملاء العمل قال السيد محاري هبتقرقيش رئيس فريع الموارد البحرية في إقليم عنسبة إن العمل جار لرافع مستوى الوعي العام حول الاستفادة الجيدة من أسماك المياه العذبة في الإقليم وأوضح محاري أن تربية الأسماك في السدود تهدف لها جعل الناس يستفيدون عن كثب من غزاء الأسماك المغذي وأوضح أن الجمعية قدمت في العام الماضي حملات تعوية ومحاضرات مدعومة بشكل احترافي بالإضافة للتدريب على الصيد والطهي وذكر أنه سيتم إعادة زراعة الصدود التي تعانم النأس الأسماك وذكر الناس بضرورة حمايتهم من الغبال والأجداء الملوثة من خلال الاهتمام المناسب لزيادة الإنتاج وقال السيد السياس في السهير رئيس وحدة الدعم والإقاثة إنه تم زرع ثلاثة أنواع من الأسماك في الصدود حتى الآن وقال إنه على الرغم من أن أسماك المياه العزبة لا تختلف في محتوى عن الأسماك البحرية إلا أن الأسماك التي تم تحديدها وزروعها تتمتع بميزة المقاومة وسهولة التكاثر وفيما يتعلق بموسم الصيد قال إن موسم الصيد المثالي هو من منتصف فبراير إلى يونيو ولا يجب الصيد من يونيو إلى سبتمبر لكونه موسم الإنتاج وقال إنه تم إنشاء جمعيات لصيد الأسماك في مديرياته على برعد وحمل ماله عن تكريزان وحلحل حالثا أعضاء الجمعية على ضمان توفير أعلاف الأسماك المغذية بالتدريب والمعدات التي تلقوها ومن بين 16 صدا بإقليم عن سبا تم زاري 14 صدا بالأسماك أفاد المزارعون في منطقة وطن بضحية بويا أن الذرة الشامية المزروعة في مساحة تبلغ أكثر من 90 هكتار من الأراضي المزروعة عن طريق الزراعة الجريفية وأوضح المزارعون أنه على الرغم من أن توزيع كمية الأمطار كانت محدودة هذا العام إلا أنهم حرسوا وزرعوا بفضل جهودهم في الحفاظ على المياه والتربة بمساعدة نصائح القبراء وإصلاح القنوات التحويلة للسيول التي كانت خارج نطاق العمل نتيجة فيضانات المرتفعات المتدفقة بقوة وقالوا أن النتائج التي تم الحصول عليها هي دليل على العمل المشترك لجميع الأطراف وسوف يقومون بزيادة مراقبتهم لحماية منتجاتهم من الآفات الموسمية والآفات الأخرى حتى يتم جمع الإنتاج وأضاف أنهم يأملون في حصاد محصول جيد حيث تم احتواء غزل جراد المهاجر من الجوار بفضل المراقبة المكثفة مطالبين لتعديم دعم الآلات لإصلاح المصطبات والقنوات التحويلة للسيول والتي تفوق قدرتهم هناك حوالي 300 هكتار في ضحية بويا من الأراد المزروعة عن طريق الزراعة المطرية البعرية وكذا عن طريق الفيضانات المتدفقة من الهضبة منحت مدرسة بيشا المتوسطة والثانوية المدشرة في مدينة بارونتو حاضرة القشبر يوم التاسع والعشرين من يناير منحت 36 طالبا حصلوا على درجات عالية في امتحانة الشهادة الوطنية خلال العام الدراسي الماضي حصل الفائزون بالجائزة على 90% أو أكثر من الامتحانات الوطنية للصفة الثامن و3 إلى 4% في الامتحان الوطني للصفة الثانع عشر وفي كلمته خلال الحفل قال مدير المدرسة الأستاذ كحسو فقري إنه على الرغم أن مدرستهم شاركت في الدفعة الخامسة والعشرين لأول مرة فأن الطلاب حققوا نتائج مرضية وعليهم مواصلة جهودهم لتحقيق نتائج أفضل وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرة الأستاذ الداويت كالالا إن برنامج الجوائز يخلق الغيرة الشريفة وروح المنافسة بين أولياء الأمور والطلاب الآخرين ودعى الطلاب إلى أن يكونوا على درايتهم بالجهود المبذورة لتشجيعهم والعمل الجاد لزيادة قدرتهم التنافسية وأن يكونوا مثاليين وقال الإسفر التعليم في قليم القشبر كالأستاذ محمد علي إبراهيم إن الطريق إلى النجاح طويل ويتطلبوا العمل الجاد ونصح الطلاب بالعمل الجاد وعدم الاسترخاء بما حققوه مع العلم أن أمامهم رحلة طويلة وقال الحاكم المؤقت لمدارية بارنتو السيد يماني محاري إن تشجيع التميز هو جزء من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحسين جودة التعليم والطلاب وزيادة اهتمام الطلاب أيضا ودعا إلى الاحتمام الكبير بتخفيف أوجه القصور التي تؤثر سلبا على عملية التعليم والتعلم احتلت دراجة الإرتري المحترف في نادي أستانا هينوك مولبرحان يومر الأربعاء المركز الثاني في المرحلة الثانية من طواف العلا في المملكة العربية السعودية التي بلغ طولها 299 كم أنهى هينوك السباق في 4 ساعات و42 دقيقة وذلك في سرعة بلغات 42.3 كم في الساعة ليفوز بالميدالية الفضية يحقق هينوك مولبرحان أفضل متسابق أفريقي لعام 2023 مثل هذا النصر في أول سباق له بقميص نادي أستانا الكازاخستاني مما دفع ذلك إدارة الفريق إلى تعليق آمال كبيرة عليه واحتل المتسابق المخدر مرهاو قدوس المحترف لدى نادي تيرينغانو الماليزي المركز السابع عشر أنهى هينوك السباق الجولة الأولى من السباق المصنف بـ 2.1 عالميا التي جرت يوم السابق في المركز السابع عشر ومرهاو قدوس في المركز التاسع عشر وبحسب المرحلتين يحتل بطل أفريقيا هينوك مولبرحان المركز السالس في سباق الزمن رافعا رصيده إلى سبعة عشر نقطة بفارق أربع ثوان فقط عن النرويجي سورين والثالس أيضا في سباق النقاط برصيد اثنى عشر نقطة ويحتل هينوك أيضا المركز السالس بالقميص الأبيض لأفضل المتسابق الشاب بفارق أربع ثوان ومن المتوقع أن يحقق هينوك الذي وافق على ارتداء قميص استان لمدة عامين نفس النتائج هذا العام والذي حققه العام الماضي انتصارات كبيرة في مختلف المسابقات وتستمر جولة الأولى قدم بمرحلة ثالثة بطول 170.6 كلم مشاهدين فاصل قصير من ثم نعود لنوافقكم بالأنباء على الصعيد العالمي أهلا بكم على الصعيد العالمي حذر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من أن طهران سترد بحسم على أي هجوم يستهدف أراضيها ومصالحها ورعاياها في الخارج وفق ما ورد في وسائل الإعلام إيرانية رسمية ويأتي تحذير المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن وأسفر عن مأتل ثلاثة جرود أمريكيين وجرع عشرات آخرين ولم يقدم بايدن مزيدا من التفاصيل حول الرد الأمريكي الذي توعد به بايد أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي صرح في وقت لاحق بأن الرد قد يكون متدرجا وقد يتضمن عدة أجراءات وكانت كتائب حزب الله في العراق التي تبنت الهجوم بمسيرة الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي عند البرج الثاني والعشرين من شبكة الدفاعات الأردنية أعلنت تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية وأوضحت أن القرار يهدف لمعنى التسبب في أي إحراج للحكومة العراقية على خلفية تدعيات الهجوم الذي يعد أول هجوم يكبد القوات الأمريكية خصائر بشرية منذ اندلاع الحرب في غزة قال مسؤول محلي أن غالبية الركاب البالغ عددهم 50 راكبا على متن قاربين خشبين انقالب في بحيرة في شرق الكونغوم يفترض أنهم لقوا حتفهم وكان القارب الذي يعبر بحيرة كيفو يحمل أيضا 20 كيسا من الأسمنت ومن المحتمل أن يكون قد غلق بسبب الحملة المثقلة حسب ما قال مصطفى مامبوليوم المسؤول في مقاطعة جنوب كيفو وضف مامبوليوم أن عشر أشخاص نجوا وتم العثور على ثلاث جسس واستمر البحث عن نحو 37 شخصا وتحدث حوادث القوارب المميتة بشكل متكرر في الكونغوم حيث غالبا ما تفرط عطقم السفن الخشبية الصغيرة أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز F-16 تحطمت في المياه قبارة الساحل الغربي لكورة الجنوبية مؤكدا أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح في القفز منها وقال الجيش الأمريكي في بيان أن المقاتلة تعرضت لحالة الطوارئ أثناء طيرانها فوق البحر الأصفر قبل أن تتحطم مضيفا أن الطائرة تم انتشاله وهو واعي ونقل إلى المساشفة لتقييم وضعه الصحي من جهتها نقلت وكالة ينهاب الكورة الجنوبية أن المقاتلة الأمريكية سقطت في المياه بالقرب من جونسان جنوب العاصمة السول وتوجد في جونسان قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تشغل هذا النوع من الطائرات الحربية وهذه ثالث مقاتلة أمريكية من طراز F-16 تتحطم في كورا الجنوبية منذ مايو 2023 الخبر الأخير في هذه النشرة ذكرت وسائل إعلام رسمية سوريا أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت سفيرا إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلع الحرب في سوريا عام 2011 في إشارة جديدة إلى تحسن علاقات سوريا مع المنطقة العربية وقدم السفير الإماراتي الجديد حسن الشحي أوراق اعتماده لوزير الخارج السوري فيصل المغداد في مقر الوزارة واستعنفت سوريا العلاقات الدولماسية مع المنطقة العربية تدريجيا في السنوات الأخيرة بعدما استدعت دول عربية كثيرة سفرائها وأقلقت مقار السفارات في 2011 ومهدت مأساة الزلزال الطريق لاستعناف العلاقات العربية مع الأسد وبعد أشهر ألقت الجامعة العربية قرار تعليق عضوية سوريا بعد استمراره لأكثر من عقد مشاهدين أكارم نختم نشرة هذا المساء بذكر أهم وأبرز العناوين فخامة الإسياسة فرقي والوفد المرافق له يلتقون بوزير الثقافة الإيطالي استشهاد عدو المجلس الوطني وسفير إيرتريا لدى الأمم المتحدة السابقة السفير أحمد طاهر بادوري العمل على زيادة الاستفادة من أسماك المياه العذبة في إقليم عن سبا إيران تتوعد برد حاسم على أي استهداف أمريكي بعد قرار بايدن العشرات لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مثقل في بحيرة كيفو في الكونغو وتحطم مقاتل أمريكية في كرة الجنوبية ونجاة قائدها سادتي سيداتها كذا نكون قد وصلنا وإياكم لأنها نشرت هذا المساء هذه تحيات وتحيات الفريق العامل دونتون في أمان الله اشتركوا في القناة